واضح الاحترام الذي يكنه ميستر كولر لهذا الفريق ومن خاف سلم من خاف سلم الخفص الصحي انك تعمل الحساب اللي قدامك ومفاجآته وانه ممكن لو ما خدتوش بجدية يعني يصادفه توفيق واعمل اللي عليك والرياضة لها احكمها بس يبقى عاملين اللي علينا اهم حاجة اعمل اللي عليك ولذلك كنت بقولك الاهلي يفهم يعني ايه الصراع الرياضي والتنافس الرياضي عليك ان تبدو الغاية الجهد وتقبل النتائج والنتائج تميل الى المجتهد خد بالاسباب ودع النتائج التي قد تفاجئك احيانا بامور انت مش متوقحة نرجو ان لا يكون غدا هو احد هذه الايام طيب مؤكد ان احنا هنرجع بتفاصيل كتيرة عن صراع النصر والغربان في معركة من زمان لكن اعتقد لا صوت يعلو هذه الايام عن 117 سنة ودايما شباب يا اهلي 117 سنة ودايما شباب يا اهلي دي الفقرة الاولى عندنا النهاردة اللي بنحتفي فيها ونحتفل بذكرى تأسيس اعظم نادم في الكون ولما بقول اعظم نادم في الكون لا فيها شفونية ولا فيها امتداح لمن لا يستحق اعتقد اي حد يراجع الحركة الرياضية حول العالم مش حيلاء نادي نشأ وتأسس بفكرة لا يزال محافظ عليها مش حيلاء نادي مؤثر في محيطه بالكسافة اللي النادي الاهلي وصل بيها مش حيلاء فيه دايمومة ولا استدامة لتفوق رياضي لمدة 117 سنة خلالها الاهلي حقق 150 بطولة فقط في كرة القدم مش حيلاء هذا التوحد على فكرة ان الاهلي فوق الجميع جميع ابنائه انه لا شيء الا مصلحة الاهلي التي تسبق جميع المصالح والتي تدعوك احيانا ان تتحمل من الامور ما يرار بعض لا مصلحة النادي الاهلي تقتضي ان تضحي من اجله بايشة حتى لو نالك الرزاز يا أستاذ ابراهيم النادي الاهلي فكرة ليس مجرد مكان تأسس النادي الاهلي جاء برسالة وعمق هذه الرسالة في وجزرها مع نشأته عبر طول هذا التاريخ في وجدان الشعب ولذلك هذه الشعبية الطغية مش من فراغ ولذلك دائما ما نقول حبوا الاهلي كما وجدتموه لانه نشأة على قوس السليم عايزين نغير فيها ايه حبوه زي ما هو كده يا ربي كامل زي ما هو كده امي اهلي شوف ولادك والبنود شوف كتيبك والحشود رائعة فكري باشا ابازة اديب الاهلي الكبير وكيل شرف النادي اعتقد ما اجمل ان اسمعها اليوم لانه كل عظماء الاهلي السابقين يسعدهم جدا جدا الاهل النهاردة يفضل دايما في الامان اشتركوا في القناة هُف والادة بالقلود جمك اميها شوف م ثلو دخو الحشود بناى لذي شوف ولادك بالقلود جمك اميها شوف م ثلو دخو الحشود شوف حياة مصر بتل العروق شوف وزن في تيهه امك بالقلود ميت دايما ميت دايما traditionally إنه دايماً 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 في الأمير كل ميانا في رحابة حنبنا دي رشيب ويرودي تطبينا كل ميانا في رحابة حنبنا دي رشيب ويرودي تطبينا إيك شيوها كتا سبنا مردنا وإيك شبابة كتا قصدك رسمنا إنه دايماً إنه دايماً إنه دايماً 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 في الأمير إيك شيوها كتا سبنا المترجم للقناة 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 كل سنة والنادي الأهل الشامخ بقيمه ومبادئه كل سنة ومصر بلدنا في خير وأمان وسلام دي كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى عائلة الأهل جماهير وأعضاء ولعبين ومسؤولين وأيضاً زك للقيمة التاريخية عمر بيك لطفي وهو كلمة قصيرة ولكنها جامعة أي لما بنيجي نقول بالنادي الأهلي هو كيف أقول إحنا مش بنا تشدق هو ليه النادي الأهلي من أول يوم يعني أنت مين بيسبق مين الأول فكرة جات عندي ناس نفزوها بقى فيه كيان الكيان ده جاء ليشبع رغبة ويستوعب طاقة الشباب الطواق أن يقوم بنضال وطني فكان انطلاقاً من طلبة المدارس المصرية اللي كان الفكرة استعابهم فيه نشاط يعني يجمعهم رياضي بعد كده بدأ سياسياً وانتهى رياضياً أو اجتماعية وانتهى رياضياً ثم الناس الشعب واجه ضلته هذا النادي الذي جاء ليه واجه الاحتلال ويمصر كل ما هو مختلط أو أجنبي الاتحادات كان فيه اتحادات مصرية أجنبية وكان فيه اتحادات أجنبية لكن مش كانش فيه اتحادات مصرية حمل النادي الأهلي لواء التمصير فيه معظم ما كانش كل الاتحادات الرياضية لذلك هو نشأ وجمهوره اندفع إليه يعني الجمهور وجد ضلته فيه نادي يترجم أحلامه عشان كده أنا بقول النادي الأهلي مش ملك حد حتى مش ملك اللي أنشأه هي فكرته وتنفيذه لكن خلاص انت فكرته وتركت ارت تحول إلى ظاهرة عالمية العالم كله يتحدث عن النادي الأهلي من الزاوية دي أو من الزاوية دي والنادي بتندهش كل اللي اتعامل عيسى حياته وإيه حكاية الأهلي ده انفنتينو وإيه حكاية الأهلي ده الراجل متسب لا اللي هو بلاتر بلاتر النادي المفضل قال هال قدامنا ايه ليه وجده فيه طعم مختلف مش مسألة انه عمل فرقتين كورة فرقة كورة وفرقة باسكت لا ده جايب فكرة الناس دي بتلعب عشان تلقي الدوق على فكرة فكرة نبيلة فكرة كيف تلعب في يعني خلق ثقافة حقيقية نقية سليمة بمبادئ لا تقبل المساومة اي حد بيسام على النادي الأهلي قل له النبي خليك في حالك محدش حيصدقت حتى لو الظروف وطريقة دلق الإشاعات ولف ولاي الحقائق بتسمع لك بالانتشار ولكن الوع وعي الأهلي وجماهيره الحقيقية الحريصة على حماية هذا الكيان هي اللي بتتصدى وهي اللي بترفز كل منطق مريض يحاول النايل من النادي الآلي ولاي الحقائق وتغييرها واطلاق الإشاعات محدش حيصد يحدف علينا اللي فيه محدش حيحدف علينا اللي فيه ويقعد أكينه ضحك على حد سرعان ما بدأنا حقائقه سرعان ما يرتد الرمح إلى زي ما قولك النحر أستاذ إبراهيم ما تخافش على الأهلي لأنه عنده تاريخه وعنده مباده وعنده قيم وعنده جمهوره وعنده رموزه اللي تشرفه واللي يجد فيه الملاز إنه يتكلم بمنتازه والفخر النادي الآهلي النادي الآهلي بالنسبة لنا أسلوب حياة كل مننا وكل واحد يقول لك أنا بحاول أطبق اللي تعلمته في النادي الأهلي عشان بيتي يطلع صح فأنا ما بخافش على الأهلي ممكن أخاف على مباراة واخد بالك لكن ما خافش على الأهلي نفسه الأهلي يعني تحول من مجموعة من القرارات والأمور المادية إلى فكرة فكرة تنمو وتتجذر وتعيش معانا وربنا يخليك لنا يا أهلي بكل ما تمثله من موروسات وقيم متقلد ونجاحات طيب في كلمة الكابت الخطيب أقضى رأف عند حاجتين عند صورة هذا العظيم عظيم الزكر خالد الزكر وأنا ليه بقول لكو يعني الرجل ده يا جماعة ده رجل محامي لأسرة جات لمصر من المغرب سكنت في اسكندرية اتعلم القانون والحقوق جيل قاهرة بقى واحد من أصدقاء الزعيم الوطن مصطفى كامل لكن هو ليه فكرة الأهلي قيمته في فكرته أول حاجة لأنه عظيم الأهلي ده المؤسس عمر بيك لطفي ده رائد التعاونيات في مصر فانتوا فاهمين الفكر التعاوني يعني بكل ما فيه من نبل وعطاء هو ده التعاون على فكرة يعني التعاون في مصر حتى المجالس التعاونية الكبيرة تخلت ذكرى هذا الرجل الحركة التعاونية في مصر تخلت ذكرى وقيمة عمر لطفي أنه مؤسس الحركة التعاونية في مصر فكرة فكرة اهتمام وبالفكرة التعاونية يدلك على نبله وعلى أحساسه بالآخر فعشان كده يا جماعة عظمة الأهلي أنه أسسه النبلاء الكريمة الاجتماعية بتاعة المجتمع المصري مطلع القرن اللي فات الزعيم سعد الزعيم مصطفى كامل وأصدقائه هو رحل لكن أصدقائه فضلوا متمسكين بفكرة التوحد فيما بينهم فطلبة المدارس العليا عملوا نادي المدارس العليا بس بعد كده تخرجوا طب هيروحوا فين بعد التخرج ما بقواش هما في نادي طلبة المدارس لدل الطلبة فكبر الفكرة عمر بيك لطفي إلى تأسيس النادي الأهلي للرياضة البدنية إذن أنت بتتكلم على مؤسس عنده فكر تعاوني بمعنى أن عنده مساحة في جهده ووقته وحياته للآخرين فالفكر التعاوني خلى أن النادي الأهلي يؤسسه النبلاء أسرياء ووجهاء الوطن لكن بنفس الفكر يتلقفه عامة الشعب يصير الأهلي نادي الشعب كله ودي العبقرية في فكرة التأسيس نفسها هو ما عملش كيان للصفوة عمل كيان للناس للمصريين تيجي بعد كده الكلمة اللي قالها الكابتن الخطيب شامخ فكرة الشموخ يا جماعة من أهم ميز واسمات شخصية النادي الأهلي شامخ بتقاليده ومبادئه الشموخ معناها أن أنت معتز بنفسك معلي قيمتك واثق في مكانتك محترم غيرك مترفع شكرا